نرجعوا حكينا منذ قليل على معركة تزييف الوعي والإعلام السخرة من المقاومة وعنا برشا في تونس نحن يقول لك لما يحفروا في الأنفاق ويصفونها بالإرهاب وصباحاً مساء أكثر من الخبزة والسلامي بيأكلوا فيها الإخوان إرهابيين والمقاومة إرهابية نرجعوا هذا تم واحد مهرج فلسطيني ونشوفه معاه قيادات السلطة الفلسطينية تخيفها 2007-2008 كيفاش كان يسخر من أبي عبيدة ويضحك من مقاومة نشوفه كيفاش هاركة تقريباً قبل 15 سنة نشوفه على المعركة كبيرة معركة تزييف الوعي وأكبر معركة تخوفها المقاومة ضد هؤلاء هؤلاء المرجفون في المدينة ناس سمعوها المهرج فلسطيني هذا في الضف فلسطيني كيفاش مع قيادات السلطة الفلسطينية كيفاش يحكوا على أبي عبيدة يمكن 15 سنة التالي ناس سمعوها نرجع الله قلوا لصاحب الدكان يا راجل أتلك علبة زيت زتون نخط في تنك للتراك صاحب الدكان قالوا والله مش ضايل زيت زتون تاخد فوتكا قالوا عوضوا بالله يا راجل شو بتقول قالوا هون تبدأك تشربها احطها في التنك قالوا يعني مش حرام قالوا لا والله تعوني التنفيذية في الليل باخدوا من عندي سنة دي وهم بحطوها اللعلم انبسطت القيادة عن فكرة بيحكوا بوش وش وبعض أنا سامي فابوا ليلة ليلتي انا مروح على طول فاخذ ابو مسلم جنينة هالفوتكا وحطها في تنك البنزين اخذ له شفطة طبعا وحطها في التنك صف لتراك وراح نام طلعي الصباح دور على لتراك تعرفون لا لا على شط غزة عابد سيارة صرصور وبيدخن الجوز اه في حرب غزة فيش اشي اعمل وانا يعني نايمين رحنا نحتاج حكونا ممنوع تظاهر بدأك تظاهر يظاهر سلمي في الضفة قلنا لهم شو يعني تظاهر سلمي كان يعني اضوي شمع قلت له ماذا شغل ولده روحت نمت المهم اجت امي قوم 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 ياما ولاك قوم قوم عليك حيطة قلت لها خير شو فيه اللي هي بتقول لي قوم ولاك صاروا خطفين جنديين في غزة قلت يسعد الله حماس انتصرت خلص صاروا خطفين جنديين غير شليت يسعد الله في رمالله خلص اكسبنا المعركة بقولها من وان اسمعت بتحكي للجزيرة طلعت بتحكي خبر عاجل خطفوا جنديين رفعتها التلفون على ابو مسلم مصاحبنا تعلي تراك اه ابو مسلم مبروك يا راجل قال لك مبروك عليكم الانتصار يا راجل صرت خطفين جنديين مبروك الانتصار قال لي انو انتصار قلت له انتصار الوزير يا زلم انتصار المعركة قال لي اسكت هذولا طلعوا من كتاب ابو علي مصطفى الاثنين اه اسمعوا اخدوا الاثنين وودوهم على ابو عبيدة ابو عبيدة تحت الارض لابد تحت مستشفى الشفاء هو ابو العبد والشفاف ما انا عارف غير اللي راحوا على سيناء فكرة ما عارف مين راحا على سيناء بس فديش احكي فاخدوا الاثنين وودوهم على ابو عبيدة باشتعرفوا ملة الهواني واحدة شرق العرب ولا غربها انا استحكى على الفاك شفت هؤلاء المهرجون شفتوا الصف الاول بتاع قيادة عباس كان يسخرون من ابو عبيدة ومن المقاومة وتحت المستشفى الشفاء نفس راضعين لنفس الحليب استاذ صالح حتى نختم شكرا حسينة نعم براك الله فيك على رغم هذا المشهد القبيح عفوا على هذه العبارة ولكن ما هي انك عطيتني هذا المشهد السيء من اجل اللي نعلق عليه انا قبل حين قلت كل ما نحب نعودها انا قلت لك افضل الموت وانا اعلم بما حولي ومن حولي على الحياة وانا جاهل وغافل عما حولي وعما حولي لما نعرف انا هذا المهرج وامثاله لتفرجوا فيه وليضحكوا معاه فهذا ايضا مكسب الاستاذ حسين الحضارة هي المعرفة التعليم هو المعرفة الدين هو المعرفة الاقتصاد هو المعرفة رب سبحانه وتعالى يوصف العلم في القرآن بانه الحياة ونقيضه الموت نعم ما قدمه الطفان استاذ حسين ما قدمه الطفان هو الحق والمعرفة الطفان قدم لان المعرفة تم مثل او نص فرنسي انا اعتذر ان يذكر بالفرنسية يقول لك المعرفة هي السلطة الذي حدث ان الطفان الاقصى قدم لان المعرفة واضحة جلية بهية تحت الشمس ولذلك اقول ما اعظم هذا الانتصار هذا الانتصار اللي اللي اصبحنا فيه نرى بعضنا البعض على حقيقتنا حقيقة المقاومة حقيقة حماس وحقيقة الاخرين برشا نخب برشا ناس برشا وسائل اعلام يلككوا في لوبانا عفوا هذه عبارة مرة اخرى تعالى اسلام السياسي والتطرف والتطرف الاصولية ومن الاصولية هذا الطفان وضع كل واحد في مكانه وضع المقاومة في مكانها وضع حماس في مكانها ووضع هذا المهرج والذين يحضرون معه ويضحكون له ومعه وضعهم في مكانه من طبيعي هذا هو النصر الكبير هذا النصر المؤذر هذه الحقيقة هذه المعرفة وعلى هذه المعرفة سوف تبنى حقائق اخرى وسرديات اخرى وسنوكات اخرى ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه نعم شكرا جزيلا سيد سالة حمتراوي دكتور زبير خلف الله أستاذ التاريخ السياسي بجماعة بردين تركيا جزيلا الشكر إن شاء الله تتواصل أفراح هي هدنة بأربعة أيام وإن شاء الله تستمر هالهدنة ويستمر انتصار المقاومة رغم كل الألام والجراح ما تمش انتصارات جية كم لا شي تأتي بالدماء يكون نرجع وماذا تساوي هذه الدماء أمام دماء عنها الأمة أرجع لانتصاراتنا التاريخية الأمة هذه لازمها دماء ولكن أن تبقى الروح روح المقاومة التقدة هذه الشعلة المطلوبة التي ترسمها المقاومة ونراها جلية عندما يحدقوا أطفالنا والصغار هنا أمام شاشة التلفزيون يحدقونا في أبي عبيدة لا كما سعى الإعلام جاهدا على ترويضهم وتمييحهم بما يسمونه فنون والفنون منهم براء ألتقيكم إن شاء الله بداية الأسبوع انبقينا من الحياة إن شاء الله ودامت المقاومة المنتصرة إن شاء الله في من الله ودامت المقاومة